شركة هواوي اعلنت عن موبايلين وبيعتبروا اقوى موبايلين من شركة هواوي من حيث جودة الكاميرات وطبعا بما ان احنا ذكرنا الكاميرات فاكيد الموبايلات ديت من سلسلة البي وشركة هواوي اعلنت عن هواوي بي 50 وبي 50 برو وفي الحلقة ديها تنتكلم عن النسخة البرو وبعدها بكم ساعة هتنزل حلقة عن النسخة العادية فقبل ما نبدأ في اي تفاصيل اضغطيك سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ولو عندك اي اسأل سبولي وانا باذن الله ارد عليك شكرا لكم تعانيات فضاء الحلقة الموبايل بيكي بطول 159 ملي متر وبعرض 73 ملي متر وصمك 8.5 ملي متر وبوزنة في حدود 195 جرام وباللاف الظهر هنا اربع كاميرات خلفية وفلاش لد في ظهر الموبايل منقسمين تلاتة في دايرة واحدة والكاميرا الرابع والفلاش في دايرة تانية وبيدعم تركيب شرح تنوات توصل من نوع النينو مع دعم شبكات الجيل الرابع واستغنى عن مدخل السماعات التقليدي 3.5 وبنسبة لصوت الخارجي فالصوت هنا هيجي استريو يعني هشغلك صوت مجسم وعالي وبيجي مع مرية اي بي تمانية وستين ويقدر يقعد تحت المية العمقي متر ونص لمدة نص ساعة اما بقى بالنسبة للشاشة فهتيجي من النوع بمساحة ستة وستة من عشرة بوصة مع نسبة استحواز واحدة وتمانين ونص في المية بدقة الف ميتين تمانية وعشرين في الفين وسبعمائة بيكسل بكسل بكسافة بيكسلات 450 بيكسل لكل بوصة وبتدعم المليار لون وبتيجي بمعدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز والبصمة يعني كمان تيجي تحت الشاشة وديت كل حاجة عن الشاشة وانا هشوفها الشاشة ممتزة جدا وبالذات ان الشاشة ديت منحنية من الجانبين فدي ممكن تعجب بعض الناس وممكن ما تعجبش بعض الناس فيعني انت وزوءك اما بقى بالنسبة للرايا موز وقرة فالموبايل هيجي باربعة نصخ النسخة الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والنسخة التانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والنسخة التالتة 512 جيجا مع 8 جيجا رام والنسخة الرابعة 512 جيجا مع 12 جيجا رام وبيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية بس هتضطر تستغنى عن شريحة من شرحة الاتصال اما بقى بالنسبة لنظام التشغيل والادئ فالموبايل هيجي بنظام تشغيل هارمني او اس تو مع نسختين من المعالج النسخة الاولى كارن 9000 بدقة تصنيع 5 نانوميتر مع معالج رسومي مالي جي 78 والنسخة التانية سناب دراجون 288 بدقة تصنيع 5 نانوميتر مع معالج رسومي قدري 960 وطبعا المعالجين جمدين جدا الاتنين هيدوك اداء منتزق جدا وجبار ويشغلك الالعاب على اعلى اعدادات مع اعلى جرافيك وطبعا مما انه هو يشغل الالعاب على اعلى اعدادات فشغلك اي برنامج ممكن تحتاجه وبنسبة للكاميرات فالموبايل هيجب اربع كاميرات خلفية الاولى بدقة 50 ميجا بيكسل وبتدعم التثبيت البصري والكاميرا التانية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة اعدادa 3.5 وهي كاميرا توليفوتو 3.5 اكس كاميرا وبتدعم تثبيت البصري والكاميرا التالتة بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة اعدادة 2.2 وهي كاميرا الاترويТ بتصور يعني بزيه وسعى والكاميرا الرابعة بدقة 40 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.6 وبيجي معهم فلاش للدو مزدوك وبيدعمه تقنية البانوراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 طرف الثانية وبدقة Full HD بسرعة 960 طرف الثانية أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فهتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وبتدعم تقنية البانوراما والHDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 طرف الثانية وبدقة Full HD بسرعة 240 طرف الثانية وطبعا من ناحية أداء الكاميرات ديت فمن غير نقاش ده أقوى موبايل جاي من شركة هواوي من حيص جودة الكاميرات يعني هديك دقة كاميرات ممتازة جدا وجودة تصوير جبارة يعني ما تقلقش منها نهائيا بالبلد يعني لو انت جايب علشان تصور به وحط في بطنك بطي خصيفي أما بقى بالنسبة للبقى تقنيات فالموبايل هي كان مع الواي فا من إصدار السادس وكمان بيدعم تقنية الوافع داريكت والبليتوس من إصدار 5.2 وكمان معهم الجي بي اس وتقنية ان افسي وبيدعم كمان خاصات تتحكم عن بعض في الجزالة الكهربائية بس للأسف يعني مش بيدعم الراديو أما بقى بالنسبة للبطارية فتيجي بساعة 4360 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بكوة 66 واط مع الشحن منوع طيب سين والشحن اللاسلكي بكدرة 50 واط يعني معاك اتنين شحن سريع جدا الشحن اللاسلكي والشحن اللي بسلك وطبعا حجب البطارية هنا ما بيعتبرش أفضل حاجة وصادي يعني بالمنافسين بس السفتوير بتاع هورموني موفر للطاقة يعني البطارية تقعد معاك وقت كبير أما بقى بالنسبة للألوان فالموبايل هيجي بخمس ألوان الأسود والأبيض والذهبي والأزرق والبنبي وبنسبة لسعر الموبايل فالموبايل نزل بسعر 950 دولار يعني حوالي 15 ألف جنيه مصري و3560 ريال سعودي و8480 درعا مجربي و675 دينار أردني و2650 دينار تونسي و128 ألف دينار جزائري ومليون و390 ألف دينار عراقي بس كده كده أنا خلصت كل حاجة على الموبايل وبنسبة رأيي فيه فأنا أشاهدهم موبايل ممتاز جدا بس أكتر عيب فيه من وجهة نظري إنه هو من غير خدمات جوجل لسه ممسكتش نظام هارموني أو إس في إيدي فما عرفش أداء يكون أعمالي إزاي وهل بدائل خدمات جوجل هتكون كويسة ولا لأ يعني ولو إنت استخدمت النظام هارموني اكتف في التعليقات إذا كان كويس ولا لأ معك وأعيس كمان أشوف رأيك في الموبايل عنه في التعليقات بس هتنساش اللايك سبسكرايب واتفع الزر الجرس ولو عندك أي سأل سبهولي ولا بإذن الله أرد عليك والسلام عليكم اشتركوا في القناة